عدد من الجمعيات الخيرية بتقوم بتوزيع أدوات مدرسية على الأطفال اليتامة على الغلابة على الفقراء ده جهد محمود أنا بأقدره طبعا ولا أستطيع أن أنا أعلق عليه سلبا لكن في عادة رزيلة وأنا آسف أقول رزيلة إن الجمعية الخيرية لما بتقدم الشنطة لهذا الطفل اليتيم وهو مع أصحابه في المدرسة بتروح لزقاله تيكت مايتشلشي لازق كده على الشنطة هدية من جمعية كذا كذا الخيرية طبع بالمناسبة لو أنا كبير يا باشا وجيتني تديتني المج ده وقلتلي آه الصورة قدامك هاي الأطفال مسحوا للتيكت وقلتلي المج ده هدية من جمعية كذا أو البدلة دي عم من جمعية يا باشا احنا احنا كبار ولا تنفرق معانا المهم هات البدلة هات الشاكت هات الكوتش لكن الأطفال بيبقى عندهم حساسية عشان كده شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر قال حتى وانتو بتوزعوا كاراتين على الغلابة ما انتو عارفين بيوته ما تروحوا خبطوا الباب وصيبوا الكارتونة قدام الباب بلاش هدية من كذا كذا خلاص انت تتصل بالراجل أو الستة الغلبانة ولها معاك جمعية كذا خلاص يا سيد هاي الستة عرفت الجمعية عايزت مضيه على ورقة مضيه عايزت بصمة بصمة بس مش قدام الناس بلاش فكرة بقى ان احنا نجمع الناس كده ونقعد نديلهم يعني النفس بتستحي يحسبهم الجاهلون اغنياء من التعفف اغنياء من التعفف يعني فيه ناس بتتعفف انها تأخذ الصدقة يعني نفسيتها يا اخي نفسها وليه انا ماكونش زي فلان وان انا اللاد مااخدش فانت تروح كاسر نفسه وتروح لزقله شعار الجمعية يعني مش لتعمل ده الربنا ولا للتباعي بين الناس انا بصراحة بندهش يعني مش لتعمل ده الربنا خلاص يبقى في الستر لا تعلم يمينه ما انفقت يسره ولا تعلم يسره ما انفقت يمناه يعني الواحد وهو بيطلع صدقه او حاسله بيده اليمين المفروض الشمال دي ما تعرفش كام ولا تعد لكن انا بقى في شو بين الجمعيات يعني ويروحوا المدرسة وكذا وتعالى وخد الزمزمية وخد كذا ولا زقله ده يعني لو كانت النية خالصة لوجه الله تعالى في توزيع اي صدقة على يتيم او محتاج ما كتبتم اسم الجمعية او اسم العاطش عربي هقبلهم الدولة لان الدولة هي الملزمة دستوريا انها تنفق على الشهب عادي وانترع البسطاء والفقراء يعني عادي الدولة الدولة بتدي ده لكن بقى تخش علي ومديني فرخة وقفتع الكارتون ألاقي كل سلعة ملزوق عليها اسم الجمعية قد كده يعني ما هنستحي شوية مع الناس وانا قلتلك اي حد شغال في جمعية لو انتو نويين فعلا نية خالصة لوجه الله تعالى يعني تبتغونا وجه الله سبحانه وتعالى مش هتكتبوا حاجة ما تدخلوش الرياء في جولوكو أخوانا وبلاش نكسر نفوس الأطفال الصغيرة اليتيمة أو الفقيرة يا راجل ما تعرفوش كده ده بيقولك فيه حسنة مخفية جوه الشغل كده يعني بيبع عندك واحد غلبان كده الست اللي احنا بنتكلم عليها هتبيع لك كوز الدور بعشرة جنيه انت هتديها 30 جنيه العشرة ده حقه اللي عشرين انت بتتصدق عليها من جواه بس ما بتحرجاش تقول لها بقولك يا حاجة بص انا معي 30 جنيه توقلي على الله يلا تقول زاقي وشكرا يعني هو ده الاصل يا اخوان بس احنا عمالين نفتح 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 فيه ايه ده وعمرها مكالة عادات المجتمع المصري وفضلة الامام الاكبر حذر من كده وقال اصطروا الفقراء لكن احنا خدناها بالعكس افضحوا الفقراء واليتامة يا اخي عبا عب جد يعني يعني لازم يبقى فيه تكافل في صورة بسيطة كده